سياسيا أكد رئيس الجمهورية عبد الرمصور هادي على أهمية بذل مزيد من الجهود في مختلف مؤسسات الدولة المتصلة بالجانب الخدمي والإرادي لمواجهة تداعيات الحرب ونهب مقدرات الدولة من قبل الحثيين وأكد هادي خلال اجتماع ضمن إبوه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك على أهمية الاستقرار الاقتصادي وانعكاسات ذلك على الجانب الأمني والمجتمعي في البلاد في سيق آخر أكدت وزارة الخارجية موقف الحكومة اليمنية الثابت في دعم جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية للعودة إلى مسار السياسي ووفقا للمرجعيات الحل الأساسية وشدد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث على أهمية انتهاج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نهجا جديدا يجبر جماعة الحوثي على تخلي عن خيار الحرب ووقف سفك دماء اليمنيين ومن جانبه شدد المبعوث الأممي على أن التسوية السياسية كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها ومن شأنها تنهي الحرب وتمهد لسلام عادل لكل اليمنيين وكان ورئيس الوزراء معين عبد الملك بحث مع المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ المقترحات الأممية المطروحة للسلام في اليمن وقال عبد الملك إن موقف رئيس الجمهورية واضح لبالتعامل الإيجابي مع مسار السلام المستند إلى المرجعيات المتوافق عليها من جانبه أكد المبعوث الأمريكي أن الزخم الدولي جاد باستعادة المسار السياسي في البلاد